دكتور احنا دايما لما بنتكلم عن الاهرامات بيجي في مخينا اهرامات الجيزة او الاهرامات التالتة بس احنا عندنا في مصر زي ما حالك بتتكلم اهرامات عدد كبير من الاهرامات وما تعملتش كلهم في نفس الاسرة يعني كلها مرت على تطورات معمارية واشكال مختلفة وتطورات كمان في الاسر المختلفة اللي قامت بناء هل عندنا رقم مبدئي نقدر نقول عدد الاهرامات اللي موجودة في مصر عددها قد ايه شكل بناءها تطوره نقدر نتكلم عن حاجة كده ولا ما عندناش رقم محدد احنا عندنا حوالي 140 هرام في مصر طبعا الاهرامات الشهيرة اللي هي خوف وخفرع ومنكورع اللي احنا بنوها لي خطأ من كرع اللي هو الهرام الجيزة الثالث الفكرة الهرامية بدأت من حوالي 2700 قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام يعني من حوالي 4700 سنة في رجل عبقاري اسمه امحطب ده كان مهندس بتاع الملك زوسر فقال له انا عايز اعمل الملك زوسر طلب منه نعمل بناء معجز ليس له مسيل ولم يسبقه احد من الملوك السابقين فكر في فكرة الهرام الفكرة الهرامية نفسها جات من ايه جات من انكسار شعاع الشمس على الارض فعمل الشكل اللي هو المسلس ده فخدوه حتى ده اللي احنا بنلاقيه دايما في المسلة المسلة طبعا معروفة ظهرت بعد كده بنلاقي القمة اللي يسموها البنبن او القمة المهيدة من الارض او شكل هرمي فدي الفكرة اللي جات منها فخد امحطب بس هو عملة بالتدريج يعني كنا الارض بهم مصطبه مصطبه طبعا ده مصطلح اطلقوا اهلنا في الريف على المقابر بتاعة الفرعنة في عصر الدولة القديمة لذلك الاجانب خدوا هذا الترم المصطلح واستخدم في كل اللغات الاجنبية فبدأت المصطبه بدلا ما نعمل واحدة لا نعمل ستة فبس الشكل مدرج لان الهرم كان بيعتبر مصر او البناء هرمي كان متكون من 6 ادوار او 6 مصطب او 6 مصطب حضرتك بدلا ما نعمل مصطبه لا 6 في 60 متر 10 في 60 متر ده اللي موجود عندنا في منطقة سقارة ويعتبر اقدم بناء حجري في العالم كله واهم بناء حجري ودخل مصر والعالم كله عصر الاهرمات دي بداية الاسرة الثالثة عصر الدولة القديمة اللي نصل بعد كده مع مالك عظيم جدا اسمه سينفرو بنا هرم في ميدوم ثم عمل هرم تاني اسمه الهرم المنبعج او المنكسر في ضبشور ثم وصل الهرم الكامل الاحمر الشمالي ده ابو الملك خوفه بعد كده خوفه بقى بيبني في الجيزة بيبني له حم ايونو وبيختم هذا الهرم واحد اسمه عنق حف اللي هو بناء الهرم التاني في الجيزة بناء الهرم الكبير اللي هو يعتبر المواجزة الوحيدة زي ما قلت فهي ده فكرة التطور وفكرة هرمي فضلا احنا عندنا اهرمات الى الشارق مثلا او الى الجنوب بتبقى اهرمات الملكات زي عند الملك خوفه فدي موجودة بالنسبة لنا في امكان عديدة جدا فضل الدولة الوسطى بقى عملت اهرمات عديدة عملوا في اللهون عملوا في هوارة عملوا في ضغشور الدولة الوسطى اللي هي بتبدأ الاسراء الاثناشر مثلا